موسيقى ياهلا مرحبا فيكم في برنامج الكليل والحديث عن فيلم قوة الإعجاز والذي يتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم وهو عبارة عن سلسلة ثلاثية راح بمرأة أخرى بالمخرج والكاتب والممتج الفارق أبو عزيز أبو عمر أبو عمر قبل الفاصل كنا نتحدث عن عالم تأثر وأسلم نعم نحدثك عن علماء تأثر وأسلم نتكلم اليوم عن علماء كثير ممكن قد يعني فعندنا هو أهم أهم ناس فأهم هو أهم شخص خليديك فكرة عن يعني شلون الإشارات العلمية في القرآن أصبحت موضوع حديث كبير منذ أربعين عاما طيلة الأربعين عاما الأخيرة أربعة عقود لأن قبل ذلك كانت يعني الاهتمام بها كان ضئيلا للغاية بدأ الاهتمام بالإشارات العلمية في القرآن بكتاب لمصطفى صادق الرفعي الكاتب السوري المصري نشره في عام 1912 بعنوان إعجاز القرآن والبلاغة النبوية فيه جزء عن القرآن والعلم رائع هذا الجزء بيفصل فيه العلاقة بين إشارات علمية موجودة في بعض الآيات لبرهنة على طلاقة القدرة الإلهية أن هذه الإشارات التي تأتي في القرآن هي في النهاية تتنافر كالدر بين صفحاته وتعبر عن طلاقة القدرة الإلهية ألهم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما و اجعلنا من الماء يقول هيا تعبين أن طلقت القدرة إلهية ليست كتاب في الفيزياء ولا كتاب في العلوم ولا كتاب في الطب ولا كتاب في الهندسة نعم عمر في ملاحظة كمخرج و أيضا كناقض سينماي سبحان الله الواحد دائما يتأثر في أي عمل يقوم فيه الآن أثر فيك هذا العمل من خلال طبعا القرآن الكريم واضح الحب والعشق حتى من عيونك واضح أن هناك تأثر كبير في هذا الموضوع ما قد كلامي صحيح أو لا لأن الواحد تأثر في عمل أحيانا صحيح تماما أنا أقول لك أنا ليس سرا يعني أنا إيماني تضاعف عشر مرات عشر مرات بسبب الشغل في هذه الموضوعات لأن هذه الموضوعات جانعتك تتعمى كل ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني في النهاية كل ما تعلم كل ما تخاف كل ما تخشى الله أكثر لأنك أنت بتعلم مدى يعني عظمة الله و قوة الخلق الموجودة وبالتالي منيج نقرأ هذه العيات نتلمس قوة الإعجاز فيها أنها معجزة للبشر في أوجه مختلفة الإعجاز في القرآن مختلفة القرآن أعجزها قريشا بالبيان قوة البيان يعني بالنسبة لهم إعجاز ما لا يستطيع أن يأتي لبآية ولا بصورة ولا بعشر آيات مفتريات ولا شيء هذا الأمر الجديد الأهمية نحن تشفى أن القرآن في حديث الرسال والسلام حديث عظيم نتحدث عن القرآن كتاب لا تنقضي عجائبهم ولا يخلق على كثرة الرد روح ورد وروح ورد وخذ منه المسألة ورد وهكذا لا يخلق لا يبلغ على كثرة ذلك فبالتالي كل عصر سيجد في القرآن مادة متجددة تزيد المتأملين فيه إيمانا في عندنا عملت اللقاء يعني كان الحمد لله ربنا وفقنا فيه مع رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن الكبرى نيو سكوتلانديارد هذا الرجل أسلم على ثلاث آيات أربع كلمات فقط غيرت حياته رأسا على عقب كما هو يقول وأسلم بسبب هذه الكلمات الأربع الكلمتين الأوليين رتقا ففطقناهما في آية سورة الأنبياء ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففطقناهما معناها اللي هو بداية الخلق اللي هو ما يعرف اليوم بسم البيك بانج أو الانفجار الكبير أنا أسميه الانفجار العظيم دي مركبة مسجلة خاصة بي الانفجار العظيم الر Sidقة و الفطة مختلفة عن الانفجار الأمر الثاني اللي هي فيه سورة الذريات لما وصل إلى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسيعون قال هذا هو التوسع الكوني لم نعرفه إلى سنة 29 معرفته بهذه الأيات والجبالة والتعمق فيها وأصلا هو دارس فيزياء ودارس واخد باكريوس في الفيزياء وباكريوس في الجيولوجيا فالثانين معرفته العلمية عانته على فهم هذه الأيات بهذا المعنى فأسلم العالم الكبير اللي هو أحد علماء الطب في فرنسا اسمه دكتور موليس بوكاي اللي هو الفيلم قوة الأجهز يتحدث عنه هو الجزء الثالث من ثلاثية عن العالم الدكتور موريس بوكاي عن هذا العالم بالتحديد أنتكت عنه ثلاثة أفلام فيلمين في عام 2010 وفي عام 2015 الجزء الثالث أو الثالثية الجزء الثالث من عمله تقديم عرض عمله عندما ألف هذا الكتاب في سنة 76 بيع منه إلى اليوم 15 مليون نسخة أنا عندي شهادة من الناشر بيع منه 15 مليون نسخة فيه 12 لغة في فرنسا الوحدها كنت من سنتين كانت طبع 27 من كتابه باللغة الفرنسية طبع 27 وهو الكتاب الذي زي ما أقول بالضبط أثار ثاني موضوع لإشارات العلمية في القرآن الكريم على إثره بدأت في أسس وحدة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم في جامعة الإمام بن سعود في سنة 79 بعد ظهور الكتاب في القاهرة أول طبع مطلع 78 بعدها بـ 12 سنوات أساسة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في قرونة السنة يعني بدأ الاهتمام أصدا من هذا الكتاب كأنه عادي للمسلمين عادي للمسلمين عادي تكتشاف كراءة القرآن مرة أخرى من منظور علمي بدأنا نبحث في هذا الجانب ونركز على هذا الموضوع خاصة الإشارات العلمية لأنه فعلا تأطي التطمينات أنا أقول لك على شيء أنا ألتقي مع كمية إلا من الشباب في الدوين دوين شبابية خالصة وأقدم لهم بعض الأفلام وأنا تناقش في أمور كثيرة صدقني الكلمة يعني القاسم المشترك الأعظم بين هؤلاء الشباب هو أن هذه الأفلام تزيدهم إيمانا وثقة ويقينا بكتابهم لاحظ زي ما أنت عارف وأنا عارف أنه إثمان باللغة العربية والقراءة الصحيحة للقرآن يعني قل في عصرنا إلى درجة مخيفة وأصبح الكلمات العجمية دخلة في اللغة العربية وأصبح كل الناس يستخدم دي ما أقولوا النيو سبيك أو اللغة الإنترنت والعين تبقى ثلاثة واللي مش عارف إيه بأيه وحالة من هذا القبيل واختفت شوية يعني يتمام باللغة العربية قل كثيرا هؤلاء الشباب لا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة إنجز التعبير لكنهم يتعلمون من هذه الأفلام يقولون أنها تزيدون إيمانا ويقينا بالمصدر الإلهي لكتابنا وبالتالي معظمهم يذهبون يسافر عشان يكمل دراسة ويسافر في السياحة ميج يتناقش مع آخرين عنده هذه الأداة لأن هذه الأداة أداة معاصرة فيلم قوة العجاز أنا جايب شهادات لشباب 17 سنة 18 سنة 19 سنة تأثروا بالإشارات العلمية في القرآن وأسلموا على إسرها نعم طيب هذا الكلام أيضا يقودني إلى موضوع مهم يعني فيلم قوة الإعجاز أيضا في العرض الموجود هو باللغة الإنجليزية هل هو موجه لغير ناطقين أيضا بالعربية؟ كويس طبعا أنا أساسا أنتج الأفلام باللغة الإنجليزية في البداية ثم أنتج نصحة عربية يعني الأساس هو موجه إلى غير ناطقين أكثر من قناة قاعد تعرض أكثر من قناة تلفزيونية يعني عندنا عندك لما تنتج بالإنجليزية أنت هنا بتتواصل ما هي قنوات اللي نعرض لها الفيلم قنوات تلفزيونية لم نعرض حتى الآن لأنه يتعامل إن شاء الله اتصال مع واحدة من شركات توزيع عبدة اهتماما بأنها توزعوا لقنوات تلفزيونية ليس هذا الفيلم فقط ولكن الأفلام من عملتها 14 فيلم الناطقين بالعربية و14 فيلم الناطقين من الإنجليزية هم نفسهم أشهر القرية المقبلة أنا ما كنتش مهتم بتوزيع التلفزيونية كنت مهتم أكثر بتوزيع الإنترنت توزيع الإنترنت رائع فيه أنه لما تتعلن مثلا على اليوتيوب على سبيل المثال عن فيلم موريس والفرعون ما بتأمل إعلان يوتيوب يزودك بتفاصيل كاملة عن من شاهده ومن شاهده كاملا العداد يعني عداد شاهدته كاملا صبر ساعة أو صبر نصف ساعة واللي شاهده نصف واللي شاهده ربع وأي بلدان شاهدته وده كان أمر مثير للاهتمام بالنسبة لي إلى اليوم الحمد لله لذين شاهدوا الأعمال هذه الأعمال كاملة وأنا أعتبر هذا التحدي عظيم يعني حوالي مليون وثلاثمائة وخمسين ألف بالزيادة للإنترنت والمواقع الآن سريعة الوصول على مواقع الإنترنت في مثلا موقع أعطيك مثال في موقع أنا مش عادة أجيب الإحصائيات اللي عليه اسمه موقع topdocumentaries.com وموقع أمريكي شهير بيأخذ أفلام الدوكومنتري الوثائقية اللي في العالم الناجحة ويحطها عليه عمده يوميا ملايين بيدخلوا يوميا بتشوف أنت الرقم تحت ملايين داخلين عليه خد فيلم الحبك عملت فيلم اسم الحبك نصف ساعة عام بس كلمة الحبك والسماء ذات الحبك بالنحية العلمية فيلم ما شاء الله ساعة تقريبا عن الكلمة الكلمة نعم فقط كالسماء ذات الحبك ما يدول لك على قوة القرآن ما هذه قوة هذه عظمة القرآن إنه كلمات انتعاف علم الأمبرالج علم الأجنة علم أسلم اسمه كيث مور رئيس قسم الأجنة في جامعة ترونتو وهو علم أجنة علم يعني معناها مكتشف له اكتشافات باسمه اكتشافات باسمه حضر القاهرة في عام 1981 في مؤتمر نظامته الجامعية الطبية المصرية حول الأجازة الطبي في القرآن وحضر معه آخرون هذا الرجل في مقطع نراه في فيلم قوة الأجازة يقول فيه لم يكن ممكن ده ختام العرض بتاعه عمل عرض بديع وقال فيه لم يكن ممكن لمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ممكن لمحمد أن يعلم شيئا عن هذا في القرن السابع إذ أن معظم ما اكتشفناه عن علم الأجنة هو في القرن العشرين أما تتكلم أنت عن مضغط مخلقة وغير مخلقة تتكلم عن العلق أو تتكلم عن النطفة كل هذه لها دلالات علمية كلها في القرآن لا تعدوا أن تكون أربع سطور لو جمعتهم على بعض أو ثلاث أسطور لو جمعتهم على بعض يمكن تستطر النص لكن قوة القرآن في أن الكلمة الواحدة تحمل ضفقة عظيمة من المعلومة في كلمة الواحدة هل أسلم بعد نعم هو أسلم هو أسلم وملا عادش بل أن في واحد آه شخص آخر في نفس المؤتمر أسلم كيف مور لم يعلن سبب عدم الإعلان ماذا في العالم الغربي أن تعلن معناه أنك ستتعرض لمضايقات شديدة رغم أنه عالم بيدعي أنه عالم علماني ما لهش علاقة بالدين يكتم إيمانه دائما لكن كتم الإيمان بربع لك يعني إذا يبدو رجل من آله فرعون يكتم إيمانه يعني يعني أنه ممكن كد تكتم إيمانك لغرض من هموريس بوكاي كتم إيمانه ومن هو كيف مور لكن في شخص آخر لم يكتم إيمانه وهو عالم باسمه آرثر آليسون آرثر آليسون متخصص به دراسة ظواهر يعني ما قبل الموت ماذا يحدث في الجسم من تفاعلات وكلم من هذا القبيل فهو ومختص بعلم البراثيليكولوجي وهو علم تقول ظواهر الخارق ومجاز التعبير هذا الرجل يعني في نهاية الأمر تعرف بوسط واحد بيعمل دكتورة عنده طبيب اسمه دكتور أصد بيعمل دكتورة اسمه محمد يحي تعرف على الآية أربعين في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها واحد والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون فالرجل لما قرأ هذه الآية الشاب قال له في القرآن في هذه الآية وهي تعني أنه في وفاة في النوم هناك وفاة في النوم هو اشتغل على هذه الآية ثلاث سنوات وحضر القاهرة في مؤتمر آخر للجماعات الطبية المصرية في سنة 1985 وأعلن إسلامه على المنبر طبعا لدينا شهد المؤتمر أخبر مني يعني صراحة قالوا له وأعلن إسلامه على المنبر وقال وسام نفسه عبدالله أليسون وعندي له لقاءات إن شاء الله حصلت على لقاءات من التلفزيون المصري يعني هأطعها في إطار فيلم عن موضوع الوفاة في النوم أن الله يتوفى الأنفس عند النوم في حالة النوم بتتوفى الأنفس فهذه يعني ده يدر لك ده لا واضح على أن إذا أنت توجد الأفلام للعالم الغربي أو للعالم النطط بالإنجليزية في تأثير بيحدث هذه تأثيرات البنموس في تأثير أنا أعطيك مثال آخر يعني في شاب من في جامعة لونت في السويد اسمه ستيفن ويلياردي أرسل لي أنه شاف التريلر أو المقدمة لفيلم موريس وال اللي هو مشاهد الكرام إعلان نعم فشافه على اليوتيوب بس من قادر التريلر بس فقتصل بي وقال لي أنا راغب جدا أشوف الفيلم هذا يعني كاملا أشتريه كذا تروا ما اشتريش معمول عمل خيري فتتفضل الفيلم وعطيته فيلم آخر وهو من الكون الصغير الكون الكبير اللي أيضا عن موريس بوكايل لفيلمين الآن هو بيعمل رسالة الدكتوراه فلقيته أرسل لي أن الجامعة اعتمدت الفيلمين بالتالي كلامه هو كلام منشور ومكتوب عندي المصدر الوحيد الجاد الموثوق به على الانترنت عن الدكتور موريس بوكايل اعتمدوها النيات مصادر يعني أساد زبتو اعتمدوها فيلمين اشتغلت الفيلمين اشتغلت فيهم سنتين نصهم قاعد في فرنسا يعني كمية بين تونس وبين القاهرة وبين الكويت وبين جدة وبين الولايات المتحدة من فرنسا انك عشان تنتج عملين يعني يحصلوا على هذه درجة من الاحترام محتاج إلى درجة هائلة من الاتقان والتفصيل نعم احنا رح نتكلم أيضا عن تأثيرات الكبيرة مثل هذه الافلام على غير المسلمين والمسلمين بالتحديد ولكن بعد هذا الفاصل ان هذه الاشارات تأتي في القرآن هي في النهاية تتنافر كالدر بين صفحاته وتعبر عن طلقة القدر الالهية هلهم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما واجعلنا من الماء كله هي تعبير عن طلقة القدر الالهية ما ليس كتاب في الفيزياء ولا كتاب في العلوم ولا كتاب في الطب ولا كتاب في الهندسة نعم ابو عمر في ملاحظة كمخرج وكناق وهو عبارة عن سلسلة ثلاثية راح بمرأة أخرى طبعا بالمخرج والكاتب والمنتج الفارق عبدالعزيز ابو عمر هلهم رأب فيك ابو عمر ابو عمر قبل الفاصل كنا نتحدث طبعا عن عالم تأثر وأسلم نعم نحن نحدثك عن علماء تأثر وأسلم نتكلم اليوم عن علماء كثيرة ممكن جدا يعني فعندنا اللي هو أهم أهم الرفعي الكاتب السوري المصري نشره في عام 1912 بعنوان إعجاز القرآن والبلاغة النبوية فيه جزء عن القرآن والعلم رائع هذا الجزء بيفصل فيه العلاقة بين إشارات علمية موجودة في بعض الآيات لبرهنة على طلاقة القدرة الإلهية يا أهلا مرحبا فيكم في برنامج الكليل والحديث عن فيلم قوة الإعجاز والذي يتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم فأهم وأهم الشخص خليديك فكرة عن يعني إشلون الإشارات العلمية في القرآن أصبحت موضوع حديث كبير منذ أربعين عاما طيلة الأربعين عاما للأخيرة أربعة عقود لأن قبل ذلك كانت يعني الاهتمام بها كان ضئيلا للغاية بدأ الاهتمام بالإشارات العلمية في القرآن بكتاب لمصطفى صادق